للمرة الأولى بدى الخطاب الرسمي بسقف مرتفع ضد الخطة التي قدمها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ حيث وصف الرئيس هادي خلال اجتماع له مع مستشاره خارطة الطريق بالمفاخخة والتي تحتوي على الكثير من الثغرات الرئيس هادي لم ينسى أن يذكر المبعوث الأممي بالمرونة التي أبداها وفده التفاوضي وتعاطيه الإيجابي مع كل المقترحات الأممية خلال لقاءات جنيف وبيل والكويت هادي الذي رفض تسلم الخطة الأممية قبل يومين أكد التزامه وحكومته بالمرجعيات القائمة على قرار مجلس الأمن والمبادرة الخليجية يوم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني خلف الكواليس هناك عشرات الأسئلات تقفز بحثا عن إجابات عن مضمون الخطة الأممية التي فاجأ بها المبعوث الأممي العالم وتعامل فيها بشكل غير محايد أظهرت انحيازه الواضح والصريح للانقلابيين الذين سبق وأن رفضوا أكثر من ثلاث خطط للحل وتعمدوا إفشال جميع الهدن وعمليات وقف إطلاق النار التي دعت لها الأمم المتحدة وحتى اللحظة لم يعلق المبعوث الأممي على موقف الحكومة مفضلا الحديث أمام مجلس الأمن يوم غدين الاثنين للطلاع المجلس على موقف الحكومة اليمنية ومناقشة الخيارات المتاحة وربما البحث عن أدوات جديدة للضغط على الرئيس هادي وحكومته باعتباره من الجدار القصير الذي يمكن القفز عليه للوصول نحو تسوية لا يبدو من المهم أمام العالم أن تكون عادلة أو تنهي أسباب الأزمة التي أكلت الأخضر واليابس في بلد لم يعد يوما سعيدا كما كان يطلق عليه دوما موسيقى